مرحبا مجددا أصدقائي وإخواني وأخواتي في حلقة جديدة اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة لي غايت يمكنوا بها الناس باش يسحبوا الأمول لهم من شباك الاطماتيك فهالطريقة يمكن يديروها صحاب الرامض ولا هادوك لي تسجلوا في الموقع اللي عدرت الدولة فخليكم معي باش نشوفوا الطريقة إن شاء الله احنا يا أخوتي دابا في القيشي ديال باريد بغنك ديال البوستة فنفس الطريقة في القيشي ديال وفا بغنك ديال البنك الشعبي نفس الطريقة فأول خطوة الإخوان كان بركو على عمليات بدون بطاقة مرة أخرى كي يطلعون لنا هاد الخانة هادي اللي فيها مرجع او الحوالة ديال الماندة ديالك الرقم اللي سيف تولك في ماتية سيف تومك كتتاخدهم من الخلية لبطاقة الوطنية ديالك إلا كان فيها صد الأرقام كتتاخل كتتاخد ربعة إلا كان فيها قل من ستة لكمالة في الآخر تزيد لها زيرويات مثلا إلا فيها ربعة الأرقام تزيد جوزة زيرويات فمين تدخل رقم لبيطاقة ديالك؟ حتى بنا ما عنديش رقم لبيطاقة الوطنية ما ما زلش إيا كان أعطيكم ميتال ما كان سحبش داوه كتدخل غير ميتال ربعة الأرقام بحالك خمسة وثلاثين ستين ميتالة فكتبرك على تأكيد مين كتبرك على لديك تأكيد؟؟ مباشرة كتتنى شوية مخصوكّش مشي كتتنى شوية تبقى قدام جيشي حتى يخرجونك الفلوس ديالك كتبرك على تأكيد منكتبك على تأكيد؟ كانت أنا ما عنديش الفلوس ديالين تم رفض عملياتيكم لسابب الآتي حيث أنا ما عنديش الفلوس كان ديالكم ميتال فهذا الشيء قدر بلابي طاقة بانكية كتسحب الفلوزيارك وبصحة والراحة وشكرا لكم